أهلا بكم إلى نشرة NYFP اليومية عن أداء أسواق الأسهم الأمريكية دقائق قليلة تفصيلنا عن جرس الإغلاق والمؤشرات الرئيسية موجودة في المساحة الخضراء مؤشر داو جونز سجل خلال جلسة اليوم مستوى قياسيا جديدا هو 14.684 نقطة وهو حاليا دون ذلك بقليل ومرتفى بـ 0.51% مؤشر نازدك مرتفع أيضا بـ 0.36% ومؤشر S&P مرتفع بـ 0.42% ويعود هذا الأداء الإيجابي في المقام الأول إلى ارتفاع أسهم القطاع الصحي أسهم مثل Humana و United Health لخدمات التأمين الصحي وقد ارتفعت أسهم هذا القطاع بعد أن أشارت التوقعات النهائية للمراكز المختصة ببرنامجي ميديكير وميديكيد للرعاية الصحية أشارت إلى نمو المبالغ التي يتم دفعها لشركات التأمين بـ 3.3% من جهة أخرى اهتم المستثمرون اليوم بأسهم أو سهم بورصة نازدك وذلك بعد أن أعلنت البورصة عن أنها ستقوم بشراء منصة E-Speed الإلكترونية لتداول سندات الخزينة وبعد هذا الإعلان ارتفع سهم الشركة التي ستشري منها بورصة نازدك هذه المنصة BCG Partners ارتفع سهمها بـ 40% أما سهم بورصة نازدك فقد تراجع بحوالي 11% كذلك أعلنت وكالة موديز عن وضع تصنيف بورصة نازدك تحت المراقبة السلبية كذلك سهم في دعم الأسهم الأمريكية اليوم بيانات إيجابية عن القطاع الصناعي فقد أظهر تقرير اليوم تنامي طلبيات المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال شهر فبراير وتحديداً بـ 3% بدلاً من 2.6% كما كان مرتقباً وبعد تراجع بنسبة 1% خلال شهر يناير وبهذا نأتي إلى نهاية نشرتنا لليوم نقوم في الغد إلى اللقاء